بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين أما بعد عزيزي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحالة اليوم بعنوان إزاي ترفع رغبتك للمذاكر كثير من الأباء والأمهات وكثير من الأبناء نفسهم يسألوني يا دكتور إزاي أقوي رغبتي للمذاكر عايزة ذاكر أنا عارف أنه مصلحتي في المذاكر لكن المشكلة أن أنا مش حابب المذاكر مش قابل على المذاكر نفسي مش جاباني للمذاكر وبالتالي محتاجي لنا أول رغبة الداخلية الموتيفيشن كل ما يكون في رغبة داخلية ده الموتور أو البنزين اللي جوه يعني إيه العربية ده اللي بيخلى العربية يبقى فيه دافعية للحركة وللجري وللنشاط والكلام ده كله طبعا الحياة نفسها بشكل عام يا جماعة حياة بلا هدف لا سلاح معنى حياة بلا هدف لو أنت ما عندكش هدف بغض النظر عن المذاكر أو غيره ما عندكش هدف حياة ملهاش معنى يعني وهدف بلا دافع ليس له القيم علشان كده دايما بقول إيه لما ترغب في شيء تندفع إليه شعوريا ولا شعوريا لكن لما تيجي يعني ما بتحب الشيء معين تهرب منه شعوريا ولا شعوريا طبعا احنا عايزين نحبب المذاكرة للأولاد علشان كده أرجو أن حضرتك كأب وأم تسمع ابنك الحلقة دي أو أنه الابن يعد قدام الحلقة دي بحيث أنه هو لما يسمعها من تلقاء نفسه يقوم يذاكر أنا مش عايز حضرتك تبقى واقف فوق رأسه طول الوقت يلا زاكر أم زاكر هيكره الكلمة ويكره المذاكرة لكن أنا عايز يبقى في ضبط داخلي عنده عايز يبقى في الضمير وعظى الله في قلب كل مؤمن الجواه عايز هو اللي يتحرك للمذاكرة من تلقاء نفسه لأن البعض أحياناً الأب والأم يضغطوا على الولاد علشان يذاكر وبعدين يبقى فاتح صفحة 25 ويخرجوا لمدة ساعة ويرجعوا يلاقي برضو الصفحة هيهاية 25 إما أنه سرحان أو أنه ماسك الموبايل أو أنه عدوان عليهم لا مش هذاكر طالما أنتم عايزينني أذاكر علشان كده أنا يهمني أن الابن نفسه يبقى عنده دافعية للمذاكرة علشان كده وكأن أنا بخاطب الابن دلوقتي سواء كان فيه يعني ابتدائي أو أعدادي أو سنوي أو جمعة يعني إيه وظيفتك؟ المخلوق ليه؟ بتعمل إيه دلوقتي؟ خلينا بغض النظر المخلوق ليه؟ طبعاً ده مفهوم أكبر يعني أو ما خلقت الجنة أو الإنس إلا ليعبدون والمذاكرة عبادة تمام بس خلينا دلوقتي أقول لك يعني إيه مسئولتك في البيت يعني؟ هل مطلوب منك أنك أنت تدفع الإيجار آخر الشهر؟ هل مطلوب منك تدفع المية أو النور أو الغاز أو مشابه؟ لا طيب هل مطلوب منك أنك أنت تقوم مثلاً تطبخ أو تغسل أو تكنس أو تمسح أو تكوي أو تروق الشقة أو مشابه؟ لا طيب هل مطلوب منك أنك أنت يعني ياخدوا منك مصاريف الشهر مثلاً في البيت؟ لا أمال إيه دورك؟ أنا دوري طالب تلميذ أو طالب؟ تلميذ في ابتدائي أو طالب في أعداد يوسانوي وجامعة؟ أنا دوري أن أنا طالب دلوقتي دوري أذاكر يعني أنت مش أب لك يعني مسئولية المصاريف في البيت ولا أم مسئولية مثلاً القيام بأعمال المنزل أو مشابه يعني؟ لا طيب أنت يعني إيه جندي على الجبهة؟ لا طيب أنت مثلاً ظابط في مقعم؟ لا طيب أنت دكتور في عيادة؟ لا طيب أنت مهندس في موقع لأ طيب أنت يعني محامي أو قاضي في محكمة؟ لا طيب أنت مدرس في مدرسة؟ لا طيب أنت صانع في مصنع؟ لا طيب أنت مزارع في مزرعة؟ لا طيب أيه وظيفتك يعني أنت أيه وظيفتك؟ بتعمل ايه؟ أنا طالب يعني دي وظيفتك لو كل واحد من دول تخلي عن وظيفته إيه رأيك الدنيا هتخرب طيب لو تخليت عن وظيفتك فمهم جداً أنك أنت تعرف دورك علشان تقوم بيه ولو ما قمتش بدورك هيبقى بصراحة لازمتك ايه قيمتك ايه وجودك ايه بتضيف ايه انت اضافة على المجتمع لاست اضافة للمجتمع انت زيادة على المجتمع ولاست زيادة للمجتمع لو ما ذكرتش لكن لو ذكرت اقولك على حاجات كثيرة جدا تدفعك للمذاكرة وتنشطك من جواك وتخليك تقول طيب انا يعني فعل دوري طالب وعايز اذاكر بس احيانا مش قابل على المذاكرة طيب هقولك على مجموعة من العوامل كده او مجموعة من الدوافع الداخلية اللي تدفعك للمذاكرة مش هقولك طرق المذاكرة النهاردة ولا لك بعدين بس يهمني انك انت من جواك تتحرك للمذاكرة يعني في واحد بقى يجيب معاه الدافع الديني وحد يجيب معاه الدافع النفسي وحد يجيب معاه الدافع الاسري وحد يجيب معاه الدافع الاجتماعي وحد يجيب معاه الدافع المادي انت من اي نوع ارجوك ما تكونش مادي اوي كده ويعني تكون جانب تكون إنسان شمولي يعني بمعنى إنك إنت الدوافع كلها المفروض ما هتأثر فيك لأن دي جوانب الحياة المتزنة واللي في نفس الوقت بتدفعنا للنجاح في الحياة مش مجرد المذاكر لكن أنا دلوقتي بيستخدمها معك كإيه طالب يعني يعني إيه يعني لما يكون أنا عايز أذاكر أول دافع من الدوافع القوية اللي المفروض تحركك يعني الدافع الديني يعني إيه يعني قول أنا بذاكر طعا لله ورسوله أنا مش بذاكر عشان مجرد أنجح أو أجيب مجموعة خش كلية كذا لا لا خلينا في الأول بس أنا بذاكر طعا لله ورسوله المذاكرة دي هم يا دكتور لا المذاكرة دي إن شاء الله لو استخدمتها أساسا طعا لله ورسوله يا سلام هتبقى دخل مادي هتبقى دخل الحسنات في البداية خالص يعني يعني وإنت قاعد بتذاكر دلوقتي آه تصدق إنه أول كلمة نزلت في ديننا وقرآننا اقرأ نحن عندنا صورة يعني نون والقلم وما يسطرون صورة القلم سبحان الله الله يعني ربنا بقول يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين قوتوا العلم درجات يعني مجرد أنا أذاكر ده يرفع العلم يرفعني كده يعني بالعلم يرتفع درجات في الدنيا وفي الآخرة آه ربنا بقول يا معشر الجن والإنس إن استعتم أن تنفذوا من أقدار السمات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان والعلم قالوا السلطان سلطان العلم يعني بالعلم تقدر تطلع الأمر وتقدر يعني تخرج من أقدار السمات والأرض وتكتشف يعني الكون آه الله ده ربنا سبحانه وتعالى يعني حس على طلب العلم يعني فيه آيات كثرة جدا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون لا طبعا ما يستووش لا يمكن يستوي عالم مجاه لا ما يستووش على فكر أكتر الناس اللي حتى لو أنت عايز تذاكر عشان بقاليك دخل الماد دي أكتر الناس على مستوى العالم اللي لها دخل الماد دي العلماء لا يا دكتور لعبت الكورة الممثلين لا يا دكتور رجال الأعمال العلماء بقول لك ليه لما يكون مثلا بيل جيتس رجل يعني متعلم وفي نفس الوقت حمل مشروع يعني لما يكون مارك مثلا بتاع الفيس لما يكون متعلم ورجل عام المشروع لما يكون هاتلي كل المتعلمين اللي عملوا مشاريع فتلاهم ايه من أغنى أغنياء العالم لو حصلت يعني تدرج كده للأغنى الأغنياء لو أنت عايز تذاكر عشان تحصل على المال في البداية خالص العلم هيرفعك درجات سواء في الدنيا أو هيرفعك درجات ايه في الآخر وطبعا احنا عندنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب العلم وقال في حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ايه كل مسلم ومسلمة يعني طلب العلم فريضة يعني انت بتذاكر دلوقتي فريضة صحية لانا ده دورك دورك كلكم رأينا كلكم مسؤول عن يعني ده دورك انت مسؤول بهذا الشكل يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر من سلك طريقا للتمس فيها علما سهل الله له بيه طريقا إلى الجنة يعني المذاكرة طريق للجنة ايوة طريقك للجنة اه وفي نفس الوقت يعني ايه الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم ريضا بما يصنع والحوت في بطن البحر يستغفر لطالب العلم اطلبه العلم وقاله في الصين الله ده كل ده حث لطلب العلم ايوة يعني حضرتك لما تيجي تذاكر كده حط في نيتك انما العمالة والنات وانما لكل مريء المنوى على نياتكم ترزقون حط في نيتك ان انا عايز اجمح حسنات لان انا عبد لله وان انا المذاكرة دي عبادة لله تمام وفي نفس الوقت انا طالما انا بذاكر انا بعبود الله لازم يكون ده المفهوم بتاعك على اساس ان المذاكرة صعبة قوي اقولك الاجر على قدر المشاق كل ما تبقى المذاكرة صعبة بالنسبة لك كل ما تاخد حسنات اكتر زي المتاعة في قراءة القرآن برضو بياخد اجر يبقى كل ما يكون مستواك في حد المذاكرة بالنسبة له سهل هتاخد حسنات برضو بس لو المستواك بتحصل بالعفق برضو هيكون الاجر على قدر المشاقة يعني ايه يعني انت اللوقتي لو بتذاكر افتح اي ماد عربي حساب علوم كذا كذا وبعدين عندك مثلا هذه صفحة الساطر فيه مثلا كام هنقول يعني ايه عشر كلمات وكل كلمة فيها مثلا ايه اربع حروف يبقى اربع حروف في عشرة باربعين حرف عندك الصفحة فيها مثلا خمسة وعشرين سطر يبقى اربعين في خمسة وعشرين بألف ماشاء الله ألف حسنة ألف حسنة ما تفتكرش انك انك انت عدت زاكرت انه ده تلات صفحات انت زاكرت تلات تلاف صفحة زاكرت خمس صفحات خمس تلاف حسنة يبقى انت بتجمع حسنات في الآخر على اساس انك انت وكأنك تخيل معايا كده لو انت طالب يعني بتحب ربنا وطالب عايز تقول الجنة وطالب يعني المذاكرة بالنسبة لك هتدخلك داخل حسنات قبل ما يكون داخل تاني هنتكلم عنه دلوقتي فالقصة كلها انه وكأنك انت كل ما زاكرت تخيل ان في صندوق جنبك كده صندوق الحسنات فانت بتذاكر حطه في صندوق الحسنات وتجمع الصندوق ده اخر نهار وتحطه في سلم لدرجات الجنة انها ليست جنة انها مجنان فبالتالي بتحط درجة 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 لغاية لما يرفعك العلم لغاية الفردوس الاعلى يعني المذاكرة بالنسبة لك بتجمع بها حسنات كل يوم لانه ممكن واحد يقولك اصلا بذاكر علشان نبقى دكتور تصدق ان هو زاكر زاكر زاهر وجاب دخل فقلا علمي علوم وجاب تسعة وتسعين في المية ودخل كل طب القصر العيني وجاب امتاز كل سنة وخلص وبجيفت على قيدة مات طيب ده ما كانش في نيته ان ياخد حسنات ده كان في نيته ان هو يذاكر علشان يبقى دكتور طب اين نيته عشان كده بقولك صلح نيتك من دلوقتي تخيل بقى انه لو كان نيته انه ياخد حسنات حتى لو بقاش دكتور هو كسب كسب مكسب كبير جدا كسب السنين دي كلها والتعب ده كله اتحط في ميزان حسناته يبقى اول دافع يا ايها الشباب للمذاكرة انك انت عايز تبقى المذاكرة دي تاخدها السلم للارتقاء الى عالم اعلى الا وهو الجنة يبقى مذاكرتك دلوقتي مش مجرد انها تعيشت جنة الدنيا انما تعيشت جنة الاخر على اساس لانك انت حتى لو ما حقتش هدفك تيجي تقول انا حقت هدف برضو اكبر ان الله لا يضيعه اجلا من احسن عمله وليس للانسان الا ما ساعه وان سعيه سوف يراه طالما انت سعيت تصدقني هتاخد ثواب السعي بتاعك بهذا الشكل يعني وطالما سعيت وذاكرت هتاخد سبب دنيا وبرضو بس لو ما حقتش هدفك لأي شكل من الاشكال ان ربنا عايز يديلك هدف تاني يعني فحتلاقي نفسك انك انت لو رجعت كده وفكرت بشكل منطقي وعقلاني هتلاقي انك انت لأ ما خسرتش كل حاجة ما خسرتش انك انت فاتك الطب على درجة وربنا انا عارف انه عايز لك طريق احسن كده ولو كانت نيتك ربنا حديك الاحسن من اللي انت عايزه بكتير جدا جدا يعني لكن الفكرة انه لو محقتش ما تصبح باحباط لانك انت حققت حاجات كتير جدا في السكة وانت ماشي يعني يبقى اول دافع من دوافع المذاكرة ان انا بذاكر طاع لله ورسوله وبعدين خدمة الديني انا عايزك تخدم دينك بالمذاكرة تخيل بقى انك محمد او احمد او ابراهيم او فاطمة او عايشها حققت اختراع على مستوى العالم ابتكار على مستوى العالم يقولك من الابتكار ده محمد او ابراهيم عايش تخيل ان الابتكار ده هيتكتب باسمك يبقى انت فعلا خدمت دينك وكنت اضافة لدينك وكنت قوة لدينك ويبقى فعلا يعني ايه المؤمن القوي خير للحب الله من المؤمن الضعيف في كل الخير فهنا قوتك كانت في علمك قوتك في مذاكرتك قوتك في اضافتك لانك انت دلوقتي تخيل انه من كل مكان ناس يعني بتذاكر طب انت كمحمد عايز ايه لا عايز اذاكر وبعدين طاع لله ورسوله يعني خدمة لديني وبعدين خدمة لوطني محتاج انك انت تضيف لوطنك صح كده محتاج انك انت تبقى قوة لوطنك صح محتاج انك انت تضيف اختراع ابتكار طبعا دلوقتي يا دكتور مجرد طالب ما هي ده سلم من سلم ما انت دلوقتي اللي ما هتدرس بعض المواد دلوقتي فيزياء وكيميا وحياء وبتاعه ما انت ممكن تبقى عالم في هذا المجال لما دلوقتي تكون بتدرس لغة عربية وبتاعه ممكن تكون شاعر وتضيف لما تكون بتدرس مثلا رياضيات والاخره ما انت ممكن تكون حد عالم كذا فالفكرة كلها انه ده سلم دلوقتي انت بترتقي اهو يعني مجرد انك انت بتوصل انت طالع دور العاشر انت عدد دور الاول والتاني والتالت والربع كده كده السعي هيوصلك لمسألة وقت بس مش اكتر من كده بس مجرد انك انت نويت انك انت يعني تعمل كذا هتاخد سوب النية حتى يعني نفرض واحد مثلا كان ايه انا عايز ابقى طبيب علشان اساعد الناس الغلابة افرض لا قدر الله انك انت موت معه تلت سنة مش هقولك معه بعد ما خدت كله تطب هنا دخلت كله تطب فقط انت اخدت سواب النية اللي انت كنت نويها وده الدين العظيم يعني ده الحاجة اللي تخليك فعلا انك تغير نية بس مش اكتر من كده يعني مش امني لا نية نية قبع عمل النية ده حاجة ده خلية سبحان الله مجرد بس انك تعدل البصلة تعدل الاتجاه انت بتذاكر طاع لله ورسوله خدمة ديني خدمة الوطني وفي نفس الوقت كمان انه ايه طاع للوالدين يبقى انت بتذاكر دلوقتي انت بتطيع الوالدين مش هم عايزينك تذاكر وانت بتذاكر يبقى انت بتنفذ رغبتهم يبقى انت بتطيعهم طالما انت بتذاكر دلوقتي مش بس بتاخد حسنات ليه يعني طاع لله ورسوله وخدمة لديني واضافة الوطني ولأ طعا للولدين لأنهم عايزين أنك تذاكر اوعى شوف أنا يعني عايز نصيحة لكل طالب وإنت بتذاكر قد إيه فرحة الأب والأم بيك قد إيه الأب بيقول تعبي مرحش هدر مرحش على الأرض الفلوسة اللي أنا بتعب بيها فعلا الولد فعلا بيتبني بيستثمر الفلوسة دي استثمار فأنا بستثمر فيك يعني بدل ما عرف أنت لو أبوك عمل مشروع وخسر بيحزن قوي أفضل مشروع لأبوك أنت فبالتالي أنت أفضل استثمار ليه وبالتالي كل الفلوسة اللي بيحطها من أول المدرسة وبعدين الكتب وبالبص الاشتراك مثلا في كوتوبيس المدرسة أين كان المواصلات وبعدين الدروس والكتب الخارجي وكل ده وهو عارف أنه بيستثمر فيك يعني هو فرحان جدا وبيدك ده بحب يعني المصيبة أنك أنت بعد كل ده ترمي كل تعبوده على الأرض تخيل الحصرة والأسى اللي بتبقى يعني في نفس الأب قد إيه الأم برضو بتجهز لك المكان وبتهيأ لك المكان وفي نفس الوقت إيه دك واكل وشارب ويعني هدومك مخصولة وكل حاجة تمام كل ده بيهيأ لك علشان بس تذكر تخيل إن كل الاستعداد دي وحظك ترمي كل الكلام ده وقعد تلعب لعبة كذا ومسك الموبايل وقعد على الفيس وبتلعب مع زمالك وسرحان في كذا وكل ده وإنت مخك مش معاهم مخك يعني في حالة عطفية برة أو مخك في حالة عطفية برة تخيل كل ده يعني مش حاسس بزن يعني كل ده محسكش إنه كل المنظومة دي شغالة من أجلك كنت تيجي ترمي الثمرة في النهاية ترميها كده هبقى المنصورة والدك ووالدتك بيدعو لك من حيث لا تشعر وانت قاعد بتذاكر ربنا يوفقك ربنا يكرمك ربنا يعليك يعني يديك أعلى المناصب يعني تخيل إنك إنت لو ما بتذاكرتش هو مش قادر يدعي لك بصراح يعني عايز طاقة عالية من أب وام ربنا يهديك بقى ربنا يردك إلى الطريق الصواب وبتاع لكن لما تكون بتذاكر الأب وهو رايح وجايب دي لك لما تكون تذاكر الأم كفاية إنه مبسطين لو أنت عايز تبسطهم يعني تمام يبقى طاعة للوالدين يبقى ده أول هدف لازم تحطه في دماغك كده إن أنت بتذاكر طاعة لله ورسوله خدمة الديني طاعة يعني خدمة الوطني طاعة للوالدين طيب إيه الدافع التاني اللي يدفعك ويأول رغبة جواك إنك إنت تذاكر يا أخي دافع نفسي دافع من أجلك إنت دافع لما إنت تقوم بوجبك شو قالت لك كل واحد آن بواجب من اللي حواليك إنت واجبك إيه واجب تلميذ أو طالب طيب لما بتقوم بواجبك بتشعر بإيه بتشعر براحة الضمير بتشعر بتقبل الزات بتشعر بتقدير الزات بتشعر بتحقيق الزات بتشعر إنك إنت مبسوط إنك إنت سعيد إنك أنت يعني الكل من حواليك راضي عنك ده اللي أنا عايزه عايز لما تيجي تذاكر الحاسسة النفسية اللي جواك كفاية إنها توصلك لأعلى المراتب لما يكون زوجة أيمة بدوره لما تكون زوجة أيمة بدورها لما بيكون عمل في مكان أيمة بدوره فهو حاسس إنه إيه مبسوط إنه أيمة بدوره لأنه يعني العمل حاجة سيكولوجية بقدر ما هو حاجة مادي بمعنى إنه يعني العمل بس يعني فيه علاج بالعمل علاج نفسي مجرد إنك أنت بتشتغل وبالذاكر ده الواحد كفاية إنه يحسسك إيه بالسعادة ويحسسك بالراحة لأنك أنت أيم بدورك وأيم بوجبك اللي عليك ده مش بتمنى على حد لا ده وجبك ودورك يعني عايزه لك حاجة على جنب كده على فكرك كلما يعني شغلت نفسك بالمذاكرة سبحان الله نفسك مش هتشغلك بكل ما هو باطل يعني لأن تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل والمذاكرة حق وكل ما دونها باطل بالنسبة لك يعني وبالتالي لأنه هتضيع وقت كتير جدا جدا في أنت دلوقتي محتاج تركز في حاج معين خلص مذاكرتك وبعدين عيش حياتك بالشكل اللي أنت عايزه يعني طيب تالت دافع يخليك يعني تأول الرغبة اللي جواك للمذاكرة دافع علمي إنك أنت بترتقي بمستوىك العلمي من ابتدائي لعداد السنة والجمعة يعني بقيت ممتاز في تحصص معين أو بقيت فاهم يعني أو بقيت عارف حاجات كتير جدا يعني بيتماضج بيتراقي في تفكيرك وده هنعكس على إنسانيتك وهنعكس على أخلاقاتك بشكل عام يعني أنت بتذاكر علشان تحقق برضو النجاح بس مش النجاح وبس ما النجاح يمكن بـ 50% أنت عايز تحقق التميز يعني أنت ما عندكش حاجة تتميز فيها غير دلوقتي المذاكرة اللهم بيقل إن كنت عندك هواية أو مهارة أو بتمرس رياضة معينة أو تكنولوجيا معينة أو ما شاء بها بس ده تميزك عن يعني الآخرين اللي هم كل واحد متميز بمهنته فأنت تميز بمهنتك إنك أنت إيه طالب يعني وبعدين يبقى عندك الهدف القوي إنك أنت عايز تدخل كلية كذا فمهم جدا إنك أنت أنا بذاكر عشان دخله كلية كذا وبنصح كل أب وأم لو الولد عنده هدف إن يدخل كلية طب لو تعرف حد في كلية طب جانبك في محافظتك يعني خليه روح مر يوم واحد بس كده يروحوا الكلية قضي له ثلاث ساعات كده لو يقدر يحضر محاضرة يبقى زيل فل سيكشن يبقى زيل فل لو مجرد إنه يمشي في أرجاء الكلية يأكل من الكافيتيريا إنه يبقى في رابط شرطي كده ارتباط شرطي بالكلية وكأن المخ حط ملف جديد اسمه ملف الكلية دي أنا عايز أروح الكلية دي عجبني مبانيها وعجبني نسها وعجبني الطلاب وعجبني الدكاترة وعجبني الشرح وعجبني إن أنا أكون عايش يعيش المود يعيش الدور بهذا الشكل عايز كلية هندسة يروح كلية هندسة بهذا الشكل يعني ويقضي نص يوم هناك مثلا أو يعني محاضرة مع إنه يتمشي في الكلية بحس إنه يبقى المخ عارف الطريق إلى كلية الهندسة الطريق إلى كلية الطب الطريق إلى كلية الحقوق الطريق إلى كلية الأداب التربية الطريق إلى كذا يبقى هو عارف هو عايز يروح فين واحد مثلا عايز يشتغل في الجرافيك أو المونتاج أو الأنيميشن أو ما شابه الطريق إلى كلية الإعلام والطريق إلى كلية حسباته ومعلومات هو عارف أن الكلية دي هتوصله للهدف اللي هو عايزه فلو قدر أن الطالب يروح الكلية بحيث أنه يعلل الموتيفيشن والدفعية عنده ده يبقى ممتاز جدا جدا عارف بقى لو هو عايز يبقى طبيبه وجبت له لبس الطبيب مثلا والسماعة وبتاعه ويذاكر يلبس البلطه ولبس السماعة جنبه فيعيش الدور بهذا الشكل يعني لو هو مهندس برضه ويجيب يعني المصطرة وحرف تيه وبعدين يجيب الأدوات الهندسة وقاعد برضه ده هيعيشه في الدور يعني وهكذا يعني المهم أنه أنا عايز أرفع الدافعية لأقصى درجة ممكنة بحيث أنك إنت لو ما جابش معاك الدافع الديني يجيب معاك الدافع النفسي يجيب معاك الدافع العلمي يجيب معاك الدافع الأسر يجيب معاك الدافع الاجتماعي يجيب معاك الدافع المادي كلما تعددت الدوافع كلما كان هناك إيه رعبة قوية جدا في المذاكرة أنت ماشي في طريقة حقيقة هدفك دلوقتي طريقة حقيقة هدفك اللي أنت عايزه تكونه يعني طبعا الهدف الحقيقة بتعرف أكتر في الاعدادة يعني يعني تكون الدنيا بنت اكتر مجرد ما بتخلص تلتادي بتبقى عارف انت بقى هتخلش قدبي او العلمي وبالتالي يعني عرفت تدخل ايه او ما دخلتش مثلا انسان وهتدخل ايه فتحق هدفك ازاي يعني على المستوى يعني فيه دافع على المستوى الثقافي لان فيه البعض يقولك ايه هي المواد دي هستفاد منها ايه يعني مثلا ايه اللغة العربية دي هستفاد منها ايه يعني اولا الدفع الثقافي بشكل عام انك تكون انسان مثقف تكون محاور يكون عندك فكر تكون ناضج تكون مرتقي كده يعني تعرف تتعامل مع يعني او ناس مختلفين في الطبع وفي الشخصيات وبتاع ليبقى عندك لبقى في الحديث طب اللغة العربية فتدن بايه يعني دي لغة القرآن وفي نفس الوقت هتخليك تقرأ قرآن بشكل كويس تقرأ شعر بشكل كويس تقلف شعر تكتب لو انت بعد كده حبيت تقلف تبقى انت شاطر في اللغة العربية حتى اي امكان المجال هتطلع تقلق ان شاء الله في الرياضيات او في الهندسة او في الطب او في الكمبيوتر يعني بس لما تيجي تكتب تكتب بلغة رصينة وتكلم كلام يعني سلاسل من ذهب يعني الناس تحب تقرأ كان مثلا يعني كان مثلا دكتور عبدالصادق رحمة الله عليه يعني كان سيجموند فرويد كان في بعض الناس لما تيجي تكتب تكتب للعلم بس كمان تكتب للأدب وفي نفس الوقت وكأنك انت بتقرأ مستمتع باللغة الأدبية الرصينة واللغة العلمية الرصينة في آن واحد طيب يعني الانجليزة هيفيدني بايه والفرنساوي والالماني والحاجات دي يعني من تعلم اللغة تقاومي امن اشراه امن امكرام وفي نفس الوقت تعلم انك ممكن تحدث مع اجانب وبعدين كل الجيل الجديد والشباب عايز يبقى شاطر في الكمبيوتر والحاجات دي كده طيب اراك لو انت في الانجليزة بقيت شاطر فهتبقى ايه شاطر في المصطلحات بتاعت الكمبيوتر ما وكل الحاجات بقى تكنولوجيا كلها جاية من يعني اجنبية الحقيقة يعني يعني فالمفترض مصطلحات كلها محتاج انك انت تترجمها يعني لو سفرت اي دا ولا اي بلد تعرف تتعامل تعرف تتعامل مع الناس وتكسب ثقافات ممكن تقرأ كتب بالانجليزي او بالفرنساوي بالالماني يا سلام يعني تزيد الثقافة اكتر وتطلع على ثقافات العالم الخارجي يعني ممكن تديك تميز في الوظائف تميز في الوظائف يعني انت معك لغة برضو ممكن بصراح تديك ايه تميز يعني طب اذاكر الجغرافيا ليه عشان تعرف العالم من حولك عشان تعرف الدول عشان تعرف الكرة الارضية عشان تعرف حتى لما يكون ادي كاس العالم مثلا يعني وبعدين بيقولك بلجيكا والندا والمانيا والاستراليا تعرف حتى في الخريطة الدول دي فين بهذا الشكل يعني يقول لك دولة أستراليا دي في قارة إيه يا عم هي قار دولة أستراليا في قارة أستراليا بهذا الشكل طب التاريخ أعمل بإيه يا عم اللي مالوش ماضي مالوش حاضر مالوش مستقبل فلما تبقى عارة في التاريخ هتعرف كيف كان يفكر من مضو وبالتالي استفاد من خبرات الآخرين وبالتالي تبني خبرات كبيرة جدا جدا يعني لما يكون عندك تاريخ لوطنك تاريخ لأمتك أنت هتعتز بوطنك وتعتز بأمتك لأنك تعرف تاريخه بهذا الشكل يعني كل ما تعرف تاريخ الحاجة كل ما تعتز بها أكتر يعني الرياضيات عشان تعامل مع الأرقام عشان تعامل مع درب على حل المشكلات التفكير العلمي عشان توصل من معطيات لنتائج الرياضيات علشان يا سيدي أو يا ستي لأ مش هتكمل تعليم لما الراجل كشف النور يجيب لك الورق تعرفي تحسيبي الوصل يعني استهلكتي كام كيلو فيه كام يبقى مثلا أو على الأقل تعرف تعد المبلغ يعني أيا كان صريف البيت إدارة الإدارة الاقتصادية والإدارة المالية للمنزل كل ده برضو إيه الرياضيات وأنا لازم يعني أكون في صغورس أو إقليدس أو أقلف نظريات لا أنا عايز أستفاد من كل العلوم في إدارة شؤون الحياة بشكل عام يعني طيب بدرس منطق مع عشان تعليم التفكير المنطقي بدرس علم نفسه عشان تفهم الأخرين وتفهم نفسك قبل الأخرين وزي تتعامل معاهم يعني وتفهم يعني إيه الدوافع وإيه الحاجات وإيه 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 بهذا الشكل يعني الكيميا عشان تعرف التفاعلات في موضة حريقة في البيت كده تبقى أنت عارف يعني ما تجيش جنبها يعني الفيزياء عشان تعرف على الطبيعة من حولك يعني الأحياء تعرف الكائنات وتعرف قدرة الله في خلق يعني بهذا الشكل طيب على المستوى المهني يعني أنت دلوقتي بتذاكر لازم يكون دافعك جواك قوي جدا جدا أن أنا بذاكر علشان على المستوى المهني أكون طبيب أو مهندس أو طيار أو ظابط أو أن أنا أكون معلم أو أن أنا أكون محامي أو قاضي أو أن أنا أكون يعني إيه بروجرامير مثلا أو أن أنا أكون منتير أو أكون مصور أو أكون يعني مزيع إيه 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 أنت دلوقتي بتذاكر علشان شايف نفسك فين بعد كام سنة إيه الحلم اللي أنت عايزت تكون فيه عايز تعمله طب إيه اللي هيوصلك لده إيه المذاكر واحد يقول لي أصلا أنا يعني بموت بصراحة في أن أنا أروح البلاج بتاع اسكندرية اللي هو كذا أيوة اللي هو يعني هتوصل لده إزاي هتقوم تدور العربية تحط دور العربية تمشي في الطريق فأنت ماشي في الطريق أديك وصلت ها يعني أبنها يلا طنطة ده منهور يلا سيدي جابر ها دخلت على اسكندرية ما هو أنت ماشي في الطريق ما هو أنت بتذاكر دلوقتي ده الطريق لتحقيق هدفك فما تقوليش مثلا إيه سيبني دلوقتي برحتي بعدين أشيق ما هو أنت دلوقتي لو مشدتش في أول الطريق مش تعرف توصل للهدف اللي أنت عايزه أصلا لأن درجة فوق ودرجة تحت ممكن تودك من مكان لمكان بهذا الشكل آه أنا ما عنديش حاجة اسمها كليات قمة وكليات قاع في إنسان يصنع من نفسه قمة وإنسان يصنع من نفسه قاع لكن كل ما هتذاكر زي ما بقى ربنا قال وليس الإنسان إلا مساعة وأن سعياه سوف يرى إن الله لا يضيع عجل من أحسن عمله هتلاقي كل ما تذاكر أكتر هتلاقي نتيجة السعية بتاعتك دي هتتحط في النتيجة بتاعتك وربنا سبحانه وتعالى ممكن ما يدكش اللي أنت عايزه بس إديك أحسن من اللي أنت عايزه نتيجة سعيك بس عليك أنت أنك أنت تسعى وأنك أنت تذاكر وأنك أنت تجتهد وتأمل اللي عليك لا يسأل يبقى المذاكرة هتحطك إيه في طريق حقيقة هدفك المهني أنك أنت هتكون تشتغل شغلة كذا يعني ممكن واحد يقول لأ أنا بذاكر عشان أكون زي فلان طيب زي فلان ده متعرفش أنت تاريخه يعني أنت شايف بس جبل الجليد يعني شايف الجزء اللي فوق من جبل أنت عارف جبل الجليد في المية بيظهر منه جزء والباقي تحت أغوار الماء يعني أنت شايف الجزء اللي فوق يا نفسي أكون زي فلان مشهور ده أنت متعرفش فلان وصل للقمة دي إزاي انزل للأساسيات بتاعته ده تعب وعرق وجهد ودموع وآلم وآمل وصراع وتعب ومكاسب وفوز وخسارة وهزيمة وانت متعرفش وصل لده إزاي متعرفش أنه كان يعني كان بيحرم نفسه شوية من النوم اللي هو يعني مبالغ فيه كان بيحرم نفسه من الأكل اللي هو مش عارف كان بيحرم نفسه من خروجة كان بيحرم نفسه من يعني سينما كان بيحرم نفسه من يعني رغبة معينة لعبة معينة لعبة معينة الشباب قاعد عليها أغلب الوقت كان المفترض لا يمكن أن تتحقق المتعة بالمتعة خدها قاعد لا يمكن تتحقق المتعة بالمتعة أنت عايز متعة أنك تكون لقيمة متعة أنك تدخل كله كذا لا يمكن تتحقق المتعة دي من خلال المتعة الأولانية لازم تخلى عن المتعة عشان تحقق المتعة ما بحرمكش بنسبة 100% لكن أنك تتغوص في لعبة معينة طول النهار وفي السايبر وفي البيت وسهران طول الليل والكلام ده كله طبعا ده مش هيخليك الحقيقة توصل للهدف اللي أنت عايز توصله وبالتالي لازم تبدأ تشوف غيرك اللي أنت عايز توصله لو خالك أو عمك أو فلان أو القدوة بتاعتك أو والدك أو مشابه ما تعرفش هو أساسا زمان يعني إيه خلاص قربنا ننسى فكرة أن الكبار دلوقتي مع الطور الأجيال كان بيذاكر بقى على اللمب الجاز وكان بيبقى إيه راح المدرسة بالحمر بقى وكان مثلا زاكر تحت شجرة أو عمود نور أو كان زاكر على شمعة أو كان بيصحى من الفجر مثلا كذا زاكر أو كان بيحرم نفسه من حاجات كثيرة جدا المفترض أنه يعني أنت بصص لنجاحه لأ لما تعرف تاريخه اسأله اسأله حيقولك أنا كنت بعمل كذا وكذا وكذا كنت بذاكر كذا وعمل كذا لما حتذاكر حتشتغل في المجال اللي أنت بتحبه بدلمة سنوية ترميك في المجال اللي أنت مش بتحبه لما حتذاكر حطت رجل على رجل وتقول مكتب التنسيق أنا عايز كلية كذا بدل ما مكتب التنسيق بصراحة يوديك في مكان أنت أصلا مش حبه فمذاكرتك حتخليك أنت مبسوط وسعيد دلوقتي وراضي والديك وراضي ربك وفي نفس الوقت كمان حتدخل الكل اللي أنت حبيبها يشتغل في المجال اللي أنت بتحبه يبقى طول عمرك كده مبسوط ومتزن نفسيا وحاسس بالسعادة الداخلية يعني المذاكرة هتوصلك لحاجة أنت عايزها مش حاجة يعني غيرك عايزها أو مكتب التنسيق عايزها أو مجموعك هو اللي عايزها مش أنت اللي عايزها يعني المذاكرة هتحقلك وضع اجتماعي يعني هتخليك حيتقلك بقى إيه يا أستاذ ومع احترامي لكل يعني كل الأعمال إيها قيمة طبعا بس هيتقلك إيه يا أستاذ يا أدكتور يا مهندس يا طيار يا يسطى يا فندي يا باج هيتقلك إيه هيتقلك إيه بالزبط يعني فمذاكرتك دلوقتي هتحدد النقب اللي هتقلك بعد كده يعني مذاكرتك هتديك قوة 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 وتميز فهتحس أنك أنت قوي بعدين يعني هتمنحك دور قيادي دور قيادي أين كان بقى مكانك هتمنحك إيه دور قيادي يعني طيب في حد بقى ما بيقولش معه بصراحة بقى التحفيز من ناحية الدينية ولا التحفيز من ناحية النفسية ولا التحفيز من ناحية الثقافية ولا التحفيز من ناحية العلمية ولا التحفيز من ناحية بيتحفز ماديا أوكي ما فيش مشكلة هنعمل إيه هنيجي لابنك أو أنت كطالب دلوقتي بتسمعني ممكن تقول والدك والدتك طيب بصوا يا جماعة يعني المفترض يكون في تحفيز بقى يعني بعد التحفيز ده كله بس التحفيز مادي برضه يعني دي تحبه دي تحبه يعني أنا عايز برضه أوكي ما فيش مشكلة يا جماعة طبعا لو قلت الأسر لو جاب مجموع من خمسين إلى كذا ده في واحد مرة بيقول لي أقول له لو جبتم من خمسين إلى ستين ياخد كذا ده ياخد فوق الدماغ ما عندنا شعيلة حد في الآية يجب خمسين خمسين دي فضيحة يا دكتور عندنا بكتبها للناس الطيبين الحلوين الغلابة ما فيش مشكلة يا سيد حفزوا ما فيش مشكلة دي قدرات فيش مشكلة حطي يا عم ويكتب ورقة كده وقل له هديت النجاح لو جبتم من خمسين في المية إلى ستين في المية هتحصل على مثلا مثلا ميت جنيه حط المضاعفات اللي انت عايزها يعني أو حط المبلغ اللي انت عايزها تبدأ بيه وبعدين إذا جبت بقى من ستين إلى سبعين هتحصل على مثلا ميتين جنيه من سبعين إلى ثمانين تلتومية جنيه من ثمانين إلى تسعين مثلا ربمية جنيه من تسعين إلى مثلا خمسة وتسعين أدي مثلا إيه ألف جنيه من خمسة وتسعين إلى مية أدي مثلا تلات تلاف جنيه عايز تحط حسب مستوكل الاجتماعي والاقتصادي وعندك كام ولد فطبعا أنا عارف ده ممكن الكلام اللي أنا بقوله منطقي إذا كان عندك كام ولد يعني وربما فوق المنطقي إحنا لبعض الناس لكن يا سيدي عايز تقوله إذا جبت مثل من 90 إلى 95 هجيب لك موبايل كذا ولو جبت من 95 إلى كذا هجيب لك آيفون اللي هو مش عارف أحدث إصدار والآخر ويعني أوكي أنت وشأنك أنت ومستوك المادي والاقتماع والاقتصادي إذن تسألوا رغبتك إيه إيه اللي أنت عايزه طب بس هو بقى اللي يحفزه بصراحة لما يشوف الجدو اللي قدامه أنت بقى عايز تجيب إيه ما أقولوش أنت عايز تجيب كم في المية إيه اللي أنا عايز تجيب الآيفون اللي هو كذا تمام اللي هو يعني إصدار اللي مش عارف كذا حديثه بتاعه والكلام ده كله فدي معناه أنك إنت لازم تجيب من 95 فما فوق هجيبها إن شاء الله هجيب أوعينه على الآيفون دولوقتي هوعينه دولوقتي على الكمبيوتر اللي نوعه كذا أو يعني اللاب توب أو نوعه على كذا المهم أنه في دماغه يجيب إيه حاجة معينة يعني طبعا لما هتذاكر هترفع المستوى المادي لنفسك ثم لأسرتك بشكل عام يعني المال هتديك إحساس بيه القوة هتعايش نفسك بعد كده في مستوى سواء يعني شقة معينة أو عربية معينة أو مكان معين منطقة معينة تسكن فيها مذاكرتك دي هتحدد لك كل الكلام ده هتحدد لك المرتب اللي أنت هتاخد مرتب ولا هتشتغل شغل حر وبعدين هيبقى هيدخلك بشكل عام بقى سواء من المرتب أو من غيره يعني طبعا لما تذاكر زي ما قلت لك هيبقى يعني أنت إضافة لمجتمعك مش إضافة عليه أنت زيادة لمجتمعك مش زيادة عليه إخواتك هيقلدوك هتبقى قدوة يعني حسنة هتضيف للأسرة بتاعتك وهترفع شأن الأسرة لأن في أسرة كاملة كده ممكن بسطوها عادي وفجأة يبذغ فيها ولد مثلا ما شاء الله ليه شأن كده الأسرة كلها تبقى فرحانة بيه البلد كلها القرية البلد المحافظة الدولة كل المحافظة تقولك ابن محافظة كذا الدولة تقولك ابن مصر بره يفتخروا بيك كل ما هتذاكر هتكون معروف لأن بعض المراهقين عايز القوة ما هي القوة دي هتيجي إزاي لما تكون معروف طب أنا هتشاهر من تيك توك واللي هتشاهر من كوي واللي هتشاهر من فيس وال تويتر واللي هتشاهر من كذا كذا أيوة أي المحتوى المحترم اللي هتقدمه ولا هتقدمي تزال وكذا وانت هتقدم أي كلام فاضي وتنتش وتجري لا أنا عايزك تقدم حاجة يكون لها قيمة حتى لو أنت عايز تبقى مشهور مشهور بقوة مشهور بعلم مشهور تفيد الناس بهذا الشكل يعني المهم أنه لما تجمع كل هذه الدوافع هتديك يعني رغبة داخلية وقوة أنك أنت فعلا تذاكر وتروح تحب لأن تذاكر لأنه مهما كانت المذاكرة صعبة بالنسبة لك لكن هتتحول لحسنات هتتحول للرضى والدين هتتحول لشعور بالسعادة هتتحول لشعور بالرضى هتتحول لثقافة ونطج وفكر ووعي هتتحول لقوة مادية هتتحول لقوة للمجتمع هتتحول لإضافة لمجتمعك وبلدك ودينك وآخره فهتحس أن المذاكرة مهما كانت صعبة إلا أن أنا بذاكر فعلا ده دوري ولازم أكسر الصعب ولازم أنتصر على النفس الأمر بالسوء ولازم أنتصر على الكسل وعلى يعني الخمول وعلى الرغبات اللي ممكن والمتعة اللي ممكن تاخدني من المتعة الكبيرة اللي ممكن تحقيق هدف من المذاكرة كفاية أنك تبقى راضي عن نفسك وربنا رضي عنك وابوك وامك وراضي عنك وكل النصر رضي عنك كفاية أنك تحس أنك أنت محترم تحس أنك أنت مبسوط وسعيد فالمذاكرة طريق رضى الله طريق الولدين طريق تحقيق الذات طريق السعادة حلقة انتهت مع حضراتكم شكراً لحضراتكم رزاكم الله خيراً الحسن المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته